كما استنكرت عشيرة آل بفلاسة في مملكة البحرين ادعاءات المدعو محمد البفلاسة التي أدل بها في برنامج ما خفي أعظم الذي بثته قناة الجزيرة القطرية مساء الأحد شاجبة بشدة تطاوله على مملكة البحرين وإساءته لرموز الدولة وأشددت عشيرة آل بفلاسة في بيان لها أن ادعاءات المدعو محمد البفلاسة لبرنامج الجزيرة ما هي إلا محض أكاذيب وافتراءات يراد بها الإساءة للمملكة وسمعتها الطيبة وأكدت عشيرة آل بفلاسة أن المدعو محمد البفلاسة لا يمت لها بأي صلة نسب أو قرابة لا من قريب أو من بعيد مضيفة في بيانها ليس له الحق أن يشوه اسمنا وسمعتنا بأن يحمل نسب وأسم العشيرة وهو ليس منها وأن هذا المدعي ليس له أي علاقة أو ارتباط بعشيرة آل بفلاسة وأجددت عشيرة آل بفلاسة ولاءها لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة وأكدت في بيانها أننا تحت ظل ورعاية كريمة من لدني سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أدام الله ظله وعزه ونصره متمتعين في بلادنا العزيز البحرين التي أنجبت خير الرجال وأشرفها وإذ نؤكد ونجدد ولانا لمليكنا ملتزمين طائعين بما يأمرنا به وسنكون دائما على العهد نفد البحرين وقائدنا جلالة الملك المفدة بأرواحنا ودمائنا حفظ الله البحرين ومليكها وحكومتها من شر الأشرار وكيد الفجار وطمع الحاسدين ونصرها عليهم